كان مفروض أخذ فاصل وارجع بس جالنا خبرين كده هنقوله لكم على السريع عاجل أول خبر والعهدة على الراوي خلاص انتوا عرفتوا انه محمود السيسي مشي ومحمود السيسي كان ماسك ملف الإعلام محمود عبد الفتاح حسين خليل السيسي كان ماسك الإعلام بس هو كان ماسك الإعلام بأدواته يعني كان في حد وسيد بينه وبين الإعلاميين محمود مشي يترى الوسيد بتاعه قاعد الخبر بيقول وهو مهم جدا للأوساط الإعلامية هو ان العقيد أحمد شعبان الدراع اليمين لعباس كامل اللي كان وسيلة من وسائل محمود السيسي في طريقه الآن إلى أحد العواصم هو الآخر أسوأ بمحمود السيسي أحمد شعبان كان مع عباس كامل في قصر الاتحادية ثم نقل معاه إلى المخابرات وأحمد شعبان هو الإسم المرعب لكل الأوساط الإعلامية من الصحافة والتلفزيون تعليماته كان بيتم تنفذها حرفيا كان بيلتف حوالي الإعلاميين في المؤتمرات كما لو كان هو الرئيس اللي بيصدر التعليمات يوميا لعمر أديب والأحمد موسى والباز ونشأة الديهي واحد تاني اسمه عبد الرزاء رئيس تحرير الجمهورية عشان يشن هجوم على ده أو ده أو ده هو نفسه أحمد شعبان كان بيكتب مقال في روزة اليوسف في جورنال يوزة اليوسف باسمه مستعار رشدي أبازة لكن يبدو والعهد على الراوي أن إخفاقاته مرتبطة أيضا بإخفاقات محمود السيسي الأهم من كل ده أن أحمد شعبان متورط في أزمة موقع مدى مصر والمهم أن الأوساط الإعلامية بتترقب إزاحته خصوصا أن اسمه ارتبط في الأوين الأخيرة بقضايا فساد عديدة جدا بالاشتراك مع نجم النجوم مصطفى بكري تحديدا ده العقيد أحمد شعبان ده جنب عباس كامل أهو اللي في طريقه الآن لأحد العواصم الأوروبية وممتحكمش على الفساد ده اللي خلاص مشي مع محمود السيسي والعهدة على الراوي والراوي بنسق فيه جدا لأنه رجل صاحب مصدقية عالية ومهنية عالية إنما محمد شعبان في طريقه لأحد العواصم الأوروبية لأنه خلاص دوره خلص الزفر لأنه انتهى دور محمود السيسي وبالتالي انتهى دور أحمد شعبان خاصة أنه متورد في موضوع مدى مصر ومتورد في قضايا فساد وكل الإعلامين دول بيكرهوه بس كانوا بينفخوه وخلص دوره وانتهى على كده وجاي بيقولوا واحد ما كانه اسمه ناصر فاهمي غالبا يعني وكان ناصر فاهمي أيضا في المقابرات مبروك لنشعة الديهي وأحمد موسى خلصوا من كلبش دخلوا في كلبش جديد على كل حال الخبرين دول حابين نقهلكوا قبل الهوى هنشوف أيهما إن كان هيصدق أولاء الأيام القادية القادمة ربما هتكشف الكثير ترجمة نانسي قنقر